السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وصباح الخير لكم جميعاً لجنة الاتلاف للحزبين الحاكمين في ألمانيا اللي هو حزب المستشارة الـ CDU-CSU وحزب الـ SPD أيضاً اجتمعوا البارحة في مكتب المستشارة وأقروا حزمة من المساعدات الاقتصادية للعائلات وبعض القطاعات الاقتصادية قبل عدة أيام ألمحت وزيرة العمل فخانسيسكا جيفي أنه سيكون هناك يعني مفاجأة قريباً أو سيتم نقاش ذلك في الأسبوع القادم فعلاً أنا نقلت هذا الخبر قبل عدة أيام والآن توضحت الأمور بشكل أكبر إذن كان على ما يبدو المفاوضات الجارية والآن تم إقرار مساعدة نوعين من المساعدات في الحياة لكل من يحصل على المساعدات الاجتماعية للبالغين يعني من يحصل على المساعدات من الجوب سنتا أو من السوزيال أمتقصات بهم عادة سيحصل كل شخص بالغ يعني فوق 18 سنة على مساعدة لمرة واحدة قدرة 150 يورو وبالنسبة للأطفال مرة أخرى سيكون هناك بونوس لمرة واحدة لكل طفل يحصل على الكندرغلد حالياً أيضاً 150 يورو لحتى نوضح حجم هالمساعدة بناخد مثال إذا تفترضنا عننا عائلة مكونة من خمسة أشخاص أب وأم وسلاسة أولاد الأب والأم كل شخص منهم سيحصل على مساعدة قدرة 150 يورو يعني الأم 150 يورو والأب 150 يورو ولمرة واحدة فقط والأطفال الثلاثة لما بيحصلوا على الكندرغل طبعاً بشكل إضافي كل شخص كل طفل فيهم رح يحصل على 150 يورو فعنا الولاد الثلاثة 150 بثلاثة 450 والأب والأم ثلاثمية فصار عنا 750 يورو سيتم طبعاً صرفها لمرة واحدة فقط أما الهدف من صرف هذه المساعدات فتم توضيحه وهو أن مع الإغلاق الموجود الآن والإجراءات المفروضة لعائلات الفقيرة اللي عبتاخد مساعدات من الدولة طبعاً هي عبتعاني أيضاً من مثلاً فرض الكمامات فرض أنواع معين من الكمامات لحق فلوس كمان لحتى يقدروا يشتروا هالكمامات أو إغلاق المدارس ورياض الأطفال عبيتسبب بوجود الأطفال هذول أيضاً في البيت فوجود الأطفال أيضاً في البيت والعائلة بشكل عام يعني زيادة مصروف الكهرباء والماء وكل هالأشياء فلحتى يساعدوا العائلات الآن تم إقرار هذه المساعدات لمرة واحدة فقط علماً أنه طبعاً الكل رح يسألني أنه متى يمكن أن يتم صرف هذه المساعدات عادةً يعني هذا الموضوع صارنا نحن بنعرفه تم الاتفاق عليه رح توافض صادق عليه الحكومة أولاً طبعاً باتي بار الحزبين الحاكمين عندهم الأغلبية في كل المجالس فرح تصادق عليه الحكومة أولاً ثم البرلمان وثم مجلس الولايات طبعاً عندهم الأغلبية في كل المجالس وبعدها يصبح قانون نافذ ويتم تنفيذه بالتأكيد سيحتاج لي بعض الوقت ولكن لما بحين الوقت أكيد منخبركم في كل مرة المساعدة التالية اللي تم إقرارها أيضاً هو تمديد تسهيل الدخول للحصول على المساعدات الاجتماعية في ألمانيا فكل الناس العاملين رح يقول لي طبعاً هلأ نحن اللي عم نشتغل يعني مع بتجينا مساعدات كل شخص عم بيشتغل ولكن هو هلا في الكواتس عبايت أو راتبه يعني قليل كل هدول الناس فيكن بكل بساطة تقدموا على طلب من الجوب سنتا يعني تقدموا على طلب للحصول على مساعدات اجتماعية تكميلية للرواتب اللي عم تاخدوها إذا كانت قليلة طبعاً تحت الحد الاجتماعي وبالتالي يمكن أن تستفيدوا أيضاً من هذه المساعدات إذا هذا الشي في كل الأحوال للأطفال طبعاً كل طفل يأخذ الكندقات مثل المرة السابقة كل طفل أخذ في المرة السابقة المساعدات هاي رح ياخدها في هالمرة كمان وبالنسبة اللي بيشتغلوا رواتبه قليلة بتقدم طلب تحصل على تكميلة من الجوب سنتا وبالتالي بيشملك هالقرار طالما أنت بتحصل على المساعدات من الجوب سنتا إذا هاي الحزمة المساعدات التانية اللي أيضاً الآن هي التسهيل الحصول على مساعدات اجتماعية أيضاً للعاملين ورواتبهم قليلة وبالنسبة للمطاعم المساعدة الاقتصادية اللي تم إقرارها هو التخفيض نسبة الضريبة اللي نحن بنعرفها اللي هي 7% الآن طبعاً المخفضة رح يتم تمديدها حتى عام 2022 ففيكن يعني أيضاً تشتغلوا في السنتين القادمتين تقريباً يعني بالضريبة مابتشتوية المخفضة وأيضاً أن يتم السماح لكم إذا كانت يعني عندكم خسائر في هذه السنة أن يتم جمعها أيضاً مع أرباح السنوات الماضية يعني الأسفدة متفغشنت طبعاً هذا الشيء بيعملوا عادة الاشطايا بغاتها يعني هالحسابات يعني طبعاً التفاصيل ما بنعرف يعني بالضبط كيف ولكن يعني فيه تسهيلات ضريبية أيضاً لأصحاب المطاعم في ألمانيا أيضاً سيكون هناك مساعدات اقتصادية لمن يعمل في القطاعات الثقافية بالمجمل الحكومة الألمانية يعني هذا حزمة المساعدات اللي تم إقرارها الآن ستكلف الدولة طبعاً بالنسبة لموضوع الكيندا بونوس ثلاثة مليار يورو سيكلف ذلك يعني هالمساعدة خزينة الدولة وبالنسبة أيضاً لغاسترونومي يعني مساعدة المطاعم أيضاً ستكون التكلفة يعني تكلفة تمديد الآن الضرائب المخفضة أيضاً ثلاثة فاصلة خمسة مليار يورو من المتوقع وبالنسبة لمساعدة أيضاً من يعمل في القطاعات الثقافية مليار يورو بينما موضوع الضرائب وتخفيضات الضرائب ومساعدات الضرائب هاي لا يمكن تقديرها بشكل كامل الآن يعني ولكن هاي حزمة المساعدات الاقتصادية وتكلفتها على الخزينة الألمانية اللي تم إقرارها طبعاً لما بيتوضح إمتى رح يتم صرفها المساعدات وكيف سيتم صرفها طبعاً ما نحدد لكم الشيء المهم أنه طبعاً هاي المساعدات إضافية يعني فوق المساعدات اللي عبتاخدوها حالياً لن يتم احتسابها رح تاخدوها بشكل إضافي وزائد عن كل شيء عبتاخدوه حالياً طبعاً في نقطة ولكن محددة اللي رواتبهم عالية جداً بالنسبة للكندا بونوس يعني اللي ما بيشملوا مساعدات موعة الجوب سنتا مثلاً عبيشتغل الكندا بونوس حتى بفيد فقط يعني مشان العدالة بفيد فقط اللي رواتبهم منخفضة أصحاب الرواتب العالية جداً خينا نقول لما بيعملوا البيانة الضريبة في آخر السنة اشطيع كليغون ما رح يستفيدوا من الكندا بونوس لأنه الكندا بونوس طبعاً بدخل في حسابات الضرائب وبالتالي بيتلاشى أهميته تدريجياً لأنه عندنا الكندا في عيبة هاك فلذلك المستفيد هنن فعلاً فقط أصحاب الرواتب والدخل المحدود وأيضاً اللي بياخد مساعدات من الدولة إذن الطبقات اللي سميت أنه هي الطبقات الفقيرة في ألمانيا والآن ننتقل لعدد الحالات اللي تم تسجيلها 14218 خلال 24 ساعة الماضية الانسيدنسال 80.7 وعدد الوفيات 786 شخص الآن وزير الصحة الألماني يانشبان يدعو إلى تخفيف الإجراءات في هذا الشتاء يعني بمعنى أنه إعطاء أمل بأن هذا الإغلاق لن يدوم إلى ما لا نهاية وإنما يطالب بأن يتم في هذا الشتاء البدء بتخفيف الإجراءات ولكن السؤال هو أنه متى سيتم تخفيف هذه الإجراءات هو قال أيضاً لا يعلم نعرف الإجتماع القادم تحدد الآن في 10-2 والإجراءات الحالية معمول فيها إلى 15-2 يعني عنا خمسة أيام قبل خمسة أيام سيكون الإجتماع وبالتالي بداءاً على نتائج هذا الإجتماع سنرى إن كان سيتم تمديد الإجراءات الحالية بشكل قاسي أم سيتم تخفيف بعض الأشياء إذن غير متوقع أن يتم إلغاء اللوكداون نهائياً ولكن ربما سنشهد إما تمديد بالشكل الحالي أو تخفيف بعض الإجراءات العالم الشاهري أليكساندر كيكولي الآن يقول أننا بحاجة لأنواع جديدة من اللقاحات حتى الخريف وهذا يعني أن بسبب الطفرة الجديدة التي ظهرت في الطفرة البريطانية الآن تؤدي إلى من المتوقع أن الجسم الأجسام المضادة بشكل الآن لن تكون ذات فعالية عالية كما هي مشكلة ضد الأنواع القديمة وبالتالي سنحتاج إلى أنواع جديدة من اللقاحات مرة أخرى في فصل الخريف طبعا وأكد أيضا أنه لحد الآن لا توجد معلومات واضحة إذا كانت اللقاحات الآن الموجودة تكفي ضد هذه الطفرة المتجددة مرة أخرى أم أن المناعة ستكون أضعف مع الحصول على هذه اللقاحات توجد بعض المؤشرات الآن من البرازيل تدل فعلا على ذلك أن الأجسام المضادة المشكلة ضد السلالات القديمة ليست زوفة عالية عالية مع السلالات الجديدة وأيضا بعض المعلومات من جنوب إفريقيا إذن توجد لحد الآن بعض المؤشرات فعلا تشير إلى أن الطفرات الجديدة أو هذه الطفرة الجديدة تحديدا التي ظهرت الآن ستتسبب ربما مشكلة وستؤثر على فعالية من أخذ اللقاحات القديمة أو سيأخذها أو من أصيب بهذا الوباء سابقا وشكل أجسام مضادة أيضا ضد السلالات القديمة قد لا تكون فعالة بشكل كبير ضد السلالات الجديدة أكيد تساعد ولكن الفعالية ستتراجع مرة أخرى موضوع فرض اللقاح في ألمانيا أو إعطاء صلاحيات لمن سيأخذ اللقاح أيضا هو مسار نقاش أيضا في ألمانيا بشكل واسع اليوم لجنة الأخلاق الإتيكخات راح يصدروا تقريرهم بهذا الشأن أو نصيحتهم أنه كيف سيتم التعامل مع هذا الموضوع علما أنه عدة مرات تم المطالبة بأنه من سيأخذ اللقاح يجب أن يسمح له مثلا بدخول المطاعم أو دور السينما أو الطيران مثلا أو السفرين على متن الطائرات فيستطيع أن يثبت ذلك وبالتالي أن يجب إعطائه حرية أكبر من من لا يريد أخذ اللقاح على سبيل المثال هذا النقاش الدائر الآن في ألمانيا علم أن المستشارة ألمحت إلى هذه النقطة في حديثها قبل عدة أيام الآن ولكن بنفس الوقت أكدت أنه طالما لا توجد معلومات كافية تثبت أن من يأخذ اللقاح لا ينقل هذا الوباء وبالتالي هذا النقاش هو سابق لأوانه ولكن يتم نقاشه على الأقل للمستقبل يعني بعد عدة أشهر ربما مثل معي المستشارة في آخر الصيف عندما سيصبح ممكن لكل شخص في ألمانيا أن يأخذ اللقاح عندها يجب الإجابة على هذا السؤال بشكل واضح هي كانت أهم الأنباء في ألمانيا لهذا الصباح طبعا خبر يعني المساعدات ظهر البارحة ليلا ساعة 12 ليلا فأجلت طبعا التصوير حتى صباح اليوم فأتمنى أكون أفادكم من خلال المعلومات تحياتي لكم جميعا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته